واني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في تحليل الذهب اليوم إن شاء الله بما أنكم تحبون البيتكوين والذهب سوف نقوم بسلسلات يومية لتحليل البيتكوين وأنا وضعت فيديو للبيتكوين والآن سأقوم بتحليل الذهب تتذكرون فيديو الذي وضعته الأمس هذا الفيديو ومع الأسف ليس هناك تجاوب كبير ولكن أتمنى أن يكون هناك تجاوب في الأيام الأخيرة هذا ما توقعناه لا أدري هل تركت الفيديو هل سيتم أن تستمعوا لا ولا لا لنرى أصدقائي هذا الفيديو وضعته أمس لا زال لم يكن هناك لزول للذهب وتوقعت أنه هناك لزول تصحيحي للذهب وإذا أردنا البيع أعطيتكم ما الذي سنقوم به إذن شاهدوا الفيديو بعد ذلك أعود إليكم كان هناك نطاق أصدقائي كان يتكون في هذه المنطقة كما تلاحظون التي رسمت تلاحظون رسمت النطاق على فريم أربع ساعات ولاحظوا أصدقائي قلت أن هناك احتمال كبير أن يكون هناك نزول للذهب وهذا هو ذلك النطاق وتم نزول الدهب وماذا قلنا؟ قلنا أنه أصدقائي إذا أردت الدخول في بيع الدهب لأنني كنت أتوقع لاحظوا لما قمنا بتحديد الموجات قلنا أنه لدينا لذلك تحديد الموجات مهم جداً أصدقائي لأن الموجات التي تعطيك عن ماذا سوف تبحث هل ستبحث عن شراء مع بيع ولذلك أدعوكم إلى الاشتراك في كورس تحليل الموجي لاحظوا قلت أنا وهاتي موجتي الأولى تصحيح ثم موجة ثانية وقلت أن الزخم يزداد بالتالي حتى لو تم النزول سيكون نزولاً تصحيحياً هذا ما قلت سيكون نزولاً تصحيحياً لتكون هذه موجة واحدة وهذا هو تصحيحها وماذا قلت؟ قلت إذا أردت بيع الذهب انتظر كسر الرانج ويكون ازتياج في الزخم يعني إذا أزلنا هذا النطاق أو الرانج قلت وشاهدوا الفيديو موجود في القناة قلت أريد أن أرى موجة أخرى يكون هناك تزايد في الزخم ثم بعد ذلك أريد أن يكون لدي رانج هنا ثم أريد أن أرى صعوداً ظهور مشتريين ثم بعد ذلك رانج بعد النقص في الزخم في هذه الموجة رانج مثل هذا الرانج وهنا أبحث عن البيع لكسر هذه المنطقة أولاً لكسر القاع أولاً ثم ربما إذا أردت المائة وسبعة وعشرين في بوناتشي إكستنشن لكل هذه الموجة لكل هذه الموجة كهدف ثاني هنا هو في بوناتشي لا يظهر اوپ يظهر بلون الأسود سأعيد ونسمع هكذا إذن هنا نستعمل الـ Price Action قراءة السلوك السعري زائد التحليل الموجي والتحليل الموجي مهم جداً إذن سيكون هذا في 1839 تسعين هو الهدف يعني يعني تصبر بعض الشيء تتركه يؤكد لك أنك تريد الدخول في سفقات لأن التداول هو صبر ولاحظوا هذا نطاق وقع على فريم الساعة أو نذهب حتى على فريم 15 الآن إذا أردت الدخول في الذهب إذا أردت الدخول في الذهب للبيع صديقي هو النطاق صديقي هو النطاق كان لديه هذا النطاق تلاحظون كبير وبعد ذلك هاتي الموجة هاتي الموجة يتناقص زخمه لاحظوا لاحظوا هذه الموجة زي هذا الموجة يتناقص الزخم ولاحظوا هنا لديه Range لديه Range يعني إذا أردت الشراء ممكن أن تشتري ولكن ستكون عكس الاتجا عكس التيار لذلك إذا لم تكن لديك خبرة يبتعد عنه ولكن هنا إذا تم كسره بقوة يمكن أن البحث عن الشراء عن الشراء إلى أن يكون لدينا نطاق إلى أن يكون لدينا تناقص في الزخم ثم نطاق هنا تبحث عن الخروج من صفقة الشراء أكيد ثم الدخول في صفقة بيع ثم الدخول في صفقة بيع ولكن يجب أن تكون لديك استراتيجيا لتداول Range وفي دورتنا تدريبية الجديدة هناك استراتيجيا لتداول Range وكيفية تحديده بالتالي من أن نرى الاشتراك مع ليلة صرابي عبر التليجرام أوكي طيب الآن كما قلت كيف سأتصرف معها الآن الذهب يتصرف كما توقعنا الحمد لله 100% إذا الآن ماذا أريد أن أرى كما قلت لدي نطاق إذا البيك بوي دخل هنا جميل كانت لدي هذه الموجة ثم الآن لدي هذه الموجة الزخمية تزايد الزخمية تزايد إذا ماذا أريد أن أرى يعني هنا توقف البيك بوي عن البيع هنا توقف البيك بوي عن البيع إذا هذا الرنج نطاق جميل إذا هذا هو القاع هذه القمة وهذا هو القاع ما دمت في هذه المنطقة سنبحث دائما عن البيع ما دمنا في هذه المنطقة منطقة الجدار منطقة قوية لا يمكن أن نتجاوزها بسهولة سنبحث عن البيع متى؟ وليس هنا حتى عن البيع عندما يتحول نظرنا من البيع إلى الشراء عندما يتحول نظرنا من البيع إلى الشراء يعني عندما يتم إيهامنا بأن الجولد سوف يصعد هنا سيبحث عني البيع يعني إذا درسنا نفسية المتداولين إذا درسنا نفسية المتداولين سأقوم بتتكبير بعض الشيء إذا درسنا نفسية المتداولين أدركوا فقط الرنج متى؟ متى سيبدأوا الكل بالبحث عني الشرع لاحظوا أولاً لنفتر أنه سيصعد السعر بقوة ثم يصحع هل سيحول هؤلاء الذين باعوا من هذه المنطقة إلى مشتري لا لأنه فقط سيكون ربما يعني بانيك أو خوف سيكون هناك خوف لن تكون هناك دي السجل لن يكون هناك قرار لأن عندما نخاف لا نستطيع أخذ القرار لا نستطيع أخذ القرار بكتالي سوف نتجمد في مكاننا لا نعرف أن نخرج أن نبقى ولكن نحن دخلنا من هذه المنطقة إذا عادي لن يكون هناك مشكلة هذا النزول التصحي سيكون عبارة عن أمل أمل تقول آه أوكي ربما هذه الصفقة ستنجح وسينزل القول ثم بعد ذلك عندما نرى صعوداً قوياً في هذه المنطقة سيتم مضرب سطوبات مثلاً لأنه عندما ترى هذا النزول الكل سيحول وقفة خسرتية من هنا إلى هنا مثلاً سيتم مضرب سطوبات ولكن هل ستتحولوا إلى مشتري؟ لا لأننا لازلنا لازل هذا الاتجاه والذي يغرب على نظرينا لازلنا لم نرى هذا الاتجاه ثم سيعود السعر أمل وفجأة بوم سيصعد السعر بقوة هنا سيتحول نظرينا من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة لأنه أصبح لدينا قمة أعلى من قمة ثم قاءة إلى من قاءها حسب نظرية الضاو بالتاليها ذاتي جاه 생각ان pud aujourd هنا أصدقائي لكل سيبحث عن الشراء من هذه المنطقة لكل سيبحث عن شراء الخمسة وتسعين بالمئة سيبحث عن شراء من المنطقة لأنها تم كسر مقاومة أو لا أدري منطقة عرضة أو طالع لا أدري المهم لكل سيبحث عن الشراء وبعد ذلك أصدقائي في هذه المنطقة أنا سيبحث عن البيع وريد أن أرى نطاقاً وريد أن أرى هذه الموجة تكون الطوال من هذه الموجة يعني الزخم يتناقص يعني في هذه المنطقة وعندما يتم مكسر الانج بقوة هذا هو الدخول وهدفي أصدقائي سيكون أول هدف ألقاء هنا ثم الهدف الثاني سيكون 127 في بوناتشي اكستنشن لكل هذه الموجة من هنا إلى هنا هكذا هدفي هو هذا المنطقة 1839 تلاحظون أصدقائي هذا هو تحليلي للذهب تريدون تعلماتي الطريقة بطريقة تفصيلية مع بعض الأمور يعني بعض الأمور قوية جدا التي تجدوها في أي مكان تصل بي عبر تليجرام الآن هناك دورتين هناك دورة تحليل موجي قوية جدا أصدقائي قوية جدا مسجلة وموجودة وسعرها 197 دولار وهناك دورة جديدة دورة Price Action يعني إن قمت بأخذ هذه الدورة وأضفت عليها دورة Price Action التي أسجل فيها حاليا والناس الحمد لله بدأوا بشرائها سوف تصبحهم متداولا من أفضل متداولين إن شاء الله لأن لديك الأساس الذي هو التحليل الموجي زائد قراءة Price Action ونفسية المتداول وتحديد المناطق البائعين المشترين تحديد مكان صنع السوق تحديد مكان البيك بويز بطريقة دقيقة جدا زائد الأخبار كيفية تحليل الأخبار بطريقة صحيحة زائد تحليل الزخم المومنتوم هذه الأمور كلها موجودة في الدورة الجديدة التي أقوم بتجيليها ستصبح متداولا مكتملا ستصبح لديك معلومات مكتملة تساعدك على أن تصبحها متداولا محترفا أصدقائي لا تنسوا تشتركوا في القناة العلم يعرف الكذب تعرفوا أنني أعطيكم أمور غير موجودة في أي مكان كان معكم يسام من قناة العلم يعرف الكذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته